وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 646 قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 876 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 111 طن في مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 705 أطنان أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط نحو 35 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 25 طن أسمنت وإلى مجال قضايا المخابز حيث تم ضبط 936 قضية من بينها 179 قضية خبز نقص الوزن و308 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر